اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب ديوفي ونجمنا الكبار النقد رياضي الكبير الاستاذ جمال الزهير ازاك اسوز جمال اهلا بيك كبتن اسلام اهلا بيك شرف ونهور وهارض لك مبارح الحمد لله على كل شيء وان شاء الله بس نتعلم من هذا الدرس دي استاذ عصام شالتوت نقدنا الرياضي واخونا الكبير ازاك اسوز عصام ازاك كبتن اهلا بيك شرف ونهور وهارض لك مبارح طبعا لا اهارض لك لي انا ما فشلتش اقول الكلام ده للناس اللي فشلة انا الراجل عملت اللي عليا وكتب شجعته وكتبته وعملته وانقذوا كروش من الغضب وسقفوا الكروش حاضر وسقفوا الاضياء حاضر واقولوا كل الكلام الحلو حاضر من درجة ان احنا احيانا ما كان يجب ابدا ان نفعل كامل ما فعلناه عشان ابقى دقيق يعني لكن كمان قلنا هنا وقلنا في كل حتة وكنت بتتحكم وقالوك بقى لحاج كروش مش هجابها البر ما حدش كان مسدق راجل يا عمي يقعد اهلا بيه اما هو في الاخر اما انا لسه كنت احسأل لا اهدار مع سنين لا في الاخر في الاخر لازم اقول الامر نقول لهم صوتنا او استاذ جمال كرة ما هياش لا استاذ عصام بيتكلم بمتقال يعني لا رأيه لا واعلى فكرة كرة ما هياش جمال علام انا انا اسف يعني ولا الناس اللي جات مشغولة اللي لسه بيشتغل في القناة واللي لسه بيشتغل مع شركات وكل اللي هرتلة هي هي وبعدين الناس بتحترمنا في الشارع لازم نقول لها كلام الى جانب اقول الامر واقول الامر مش اللي ظهرين قدامنا اقول الامر دولة بنقول مصر الجديدة بنقول الجمهورية التانية لا هم كمان يعملوا اللي عليهم لانه الحقيقة يعني لانا شايف سطاف ولا انا شايف تيكتيك وعملين يقول اصلا عبر بينا عبر بينا ايه وانت عمال توقع من عالكوبري تروح ماسك في حروف ولا افلام جيمس بوند يقول لك عبر بينا عبر بينا فين يعني ده حتى جيمس بوند كان بيعمل عشان استخبه من الاعداء ده ده راجل بس جيمس بوند كان ماشي وراء 10000 واحد بانا بقول لها لا كمان انا قاسف يعني انا اخترت نموذك غلط لانه التاني كان بيعمل كده بمزاجه بالعكس ده كان لما بيمسك بحروف صحاب هو يعني بيرجع وينجح وكذا انت عارف انا كان سؤالي التاني ايه انه صعب يا كابتن ما انا اسف يعني ان انا ما خلتكش تبدأ بقى سألت جيمس بوند كان سؤالي التاني هو صوز اصاب افله لا افله لا مش افلت يا كابتن يعني انت تقولي انت معها ان هو يكامل ولا لا يا كابتن انا لا معها ولا ضد يا كابتن تصريح مبارح يعني لو صح انه من مع الوزير انا بيرجع حضرته فيه هو دايما بيسمعنا ودايما بنقوله اللي هو يقولك مش هنهد المعبد المعبد مش كيروش لا المعبد ده محتاج بياض محتاج الحيطان تنزل ونشتغل تاني ويبقى عندنا سيستم كرة يتفضل ويخليهم يترجموله يعني ايه اتحاد كرة من اساسه وده ما ياخدش معنا ست شهور يعني ايه لجان يعني ايه حكام يعني ايه مسابقات يعني ايه مسابق الدوري يعني ايه كل حاجة مقصدش يعني ايه لا ما انت بتعيد سياغة كل الامور وعشان الرابطة كمان ما هو الرابطة يا رابطة يا رابطة يعني بقدونس ده رابطة اندية محترفة يعني لازم اشوفها زي ما بشوف كل العالم ونبا كابتن ما تتضيقش ايه عشان بقولك كلام على مسؤوليتنا على فكرة سيوسة السابق انا دايما هبقى عكسك براحتك هتعكسني ولا تبقى عكسي لا عكسك في الكلام انت بتتكلم بلغة الغائبين هو حقك ان انت تاخد ضمير الغائب يعني وعشان كده احنا مش هنحرج دايما امرك ما تقدر تقول للمقدم او اللي بيدير الحوار رأيك انت ايه يا صعب الا لو هو برنامج تحليلي حضرك بتطلع لوحدك بتتناول بالتحليل لا 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 حضرك بتقول رأيك انا ما عنديش مشكلة احيانا احيانا الناس بتخلط يا جماعة بين انك انت بتتحدث عن اسلام الشاطر في شغل الكورة وانك انت كده يعني بتبقى قليل الزوء عن اسلام الشاطر على بعض ومس صحيح انا فاصل بين ده وبين ده حتى لو صحبي وما بنسبش بعض لكن في الاخر ومش اقول بقى في حاجة اسمها مصر لا في حاجة اسمها صناعة بتتدهور انا مش اقول مصر اكبر من ماتش كورة واكبر من انها تروح كاس العالم وا 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 مصر يعني صناعة يعني بلد بتقوم عليها صناعات كثيرة جدا بلد بتعمل محاولات انها تقفز على اشياء كثيرة متجيش انت بقى وتقول ان الناس دي هتعمل كورة احنا كده اقسم بالله نساهم بقدر الناس لما تقابلنا في الشارع لازم نتوارى امامها خجلا ان احنا بنسير اللي بيحصل ده انا بتاع اسألك سأل استاذ عصام هوا اسأله استاذ جمال بفضل يا استاذ جمال هو كلام استاذ عصام ده رأيه محور لكن في نفس الوقت هل لو كان مبارح ركلة الجزاء اللي ما دخلتش دخلت وصعدنا الى كأس العالم كان حيبقى ده رأي مش استاذ عصام اصلي خليب لك رأي عموما او النقد لانه ده نفس الكلام بس انا برضو اقول كلام اعتقد انه هو ممكن هيبقى مختلف وفي نفس الوقت مش بعيد عن السياق بمعنى لا رأيك طبعا بمعنى انه كيروش مدرب كويس خلي بالك بس نحط بعدها لكن عنيد جدا خلينا احنا دلوقتي خلصنا مرحلة المساندة والتأييد لا 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 رأيك بقى اه الرأي دلوقتي بعد ما خلاص وصلنا لنهاية المشوار هو عنيد جدا ولا يستمع الى اي وجهات نظر وده شيء برضو لازم نبقى مقتنعين انه لا يبشر بخير لو تم تجديد التعاقد معاه او التعاقد معاه من جديد لمدة اربع سنوات اصله كلام الراجل حتى بعد ما خلص المهمة طلع بيقول ايه دريم اوفر يعني الحلة انتهى عارف ان الاول افتكرت حلم المصريين حلم المنتخب طلع حلمه هو الشخصي يعني هو كان بيحلم زي ما فهمت من كلامه بقى بالتفصيل هو كان بيحلم ان هو يوصل كاس العالم حسب كلامه للمرة الخامسة والحلم ده خلص لا انت هنا بتفكر في حلمك اذا كان حلمك لا اصلي تفرق يا كابتن اسلام في ايه انت حتى وانت طالع مش بتعتذر عن ان عن انك اخطاء لا ده بيقول حلمي خلص وتشكرين اهو يا جماعة انا همشي هو الحلم بتاعه هو نفس حلم المصريين لا ما انا عارف هو نفس الزبط بتكلم علينا ان احنا محتاجين سبع سنين ده رجل زهايمر يا جماعة لا هو لا تحق بتكلم علينا ان بيقولك انه سي سي قعد سبع سنين لو قعد سبع سنين زيه اعمل لا لا الكلام ده ما عيب اي بيقوله عن مصر مصر بكتيره بيه من غيره من سبع اسابيع لسبع تشهر تبقى في حتة تانية لا وفي نقطة كمان هو احنا ما كناش بعيد اوى كابتن اسلام عن التآهل الزبط لا كنا بعيد عن الفوز بكاس الأمم الافريقية ولا كنا بعيد ده رجل بتكلموا عن ملامسة الكاس ولا عن كرة بلادي لا سؤال احنا دلوقتي احيانا هنتكلم عن ما هو قادم يا صدر عصر لا واحيانا نغفر احيانا بنغفر الكلام عن الاداء واللعب الجميل في سبيل انك تحقق حاجة طب كليك فجر انك قلت احيانا ما انا بقول احيانا النهاردة بقى انت لا خلتني بلعب كرة كويس هجومية ودفاعية ما فيش حاجة اسمها كرة دفاعية بحتة وكرة هجومية بحتة انت لديتني اداء متكامل فنيا من الناحية الدفاعية والهجومية وفي نفس الوقت ما اديتنيش النتيجة وبعدين شكل منتخب مصر اللي احنا قلنا عليه اربع مباريات وقت اضافي في كاس الامم الافريقية ومنهم تلاتة وصلوا ركلات ترجيح ثم اخذتنا مرة اخرى يا مستر كيروش الى ركلات الترجيح حتى في المباراتين دول المشكلة هل انت ضامن انك لما توصل لركلات الترجيح تكسب ده ركلات الترجيح دي اضعف نقطة ممكن تعتمد عليها مضبوط يعني بدلا من كده ماانا لسه كنت بتكلم حتى برا قبل ما تروح المباراة داكار انت كنت متقدم بهدف هذا التقدم بهدف يبرر ليك ويغفر لك انك تحاول تحافظ عليه نهايك لفترة من الوقت الفترة دي ما طالتش يا كابتن اسلام ثلاث دقائق لا بس خلي بالحضرت انا حتى قلت الكلام دا ماذا سفر سفر زي واحد سفر زي اتنين سفر يعني ايه تمام يعني سفر سفر انت خلاص وصلت واحد سفر هتلعب اكسترا طيب لكن واحد سفر تقدر تجيب هدف يعني في الاخر المحصلة ان انت لو جبت هدف واحد كاميرون كاميرون انت ملعبتش انت ملعبتش على ده بقى انت لما جي فيك الجن اللي هو الاقوال اللي هو التحادل خلاص المفروض بقى تتحرر المفروض تتحرر اه انت لم تتحرر اداء يعني يبقى حضرك برضو مش مع استمراره انا مش مع استمراره للأسباب اللي انا بحكيها دي وكمان لانه هو ستابرن عنيد يعني يعني مخه هقولك برضو ككلام العيز كارلوس كيرو لا يقتنع نعم لا يقتنع لكن ما هيقولك مثلا مانويل جوزيكا كده مانويل جوزيكا لا يقتنع بس مانويل ممكن بيحقق بطولات بالزبط ما انا ما عارف احنا ليه بعد فترة من تولي هذا الرجل المهمة انتقدناه في الاول على عدم اختياره للعيبة معينين كارلوس كيروش ايه اوكي اه مثلا مجدي افشا طريق حال لا لا دا كتير دا كتير يا صاحب عدت بقى هتلاقي كتير عامد عبدالقادر زيزو احسن لعيب اوه احسن لعيب اه انا بديك رامي ربيع انت جايبه تلعبه متضر لنظر يا راجل ايه الفكرة في ان انت تجيب محمود محمود علاء ومخليه ايه الفكرة ان انت تتجمع التجمع الاربعيني الاول ايه الفكرة انك ما تجيبش منه مالكت لامم اربعين ليه من الاول وبعد كده بعد كده احنا قلنا خلاص الراجل دا بيزعل من النقد قوي والتدخل في شغله فقلنا له اختار اللي انت عايزه وهنحزبك بعد المباراة وهنحزبك في النهاية اللي حصل دلوقتي احنا بنتكلم بقى واحنا سايبين ايدينا احنا مش خايفين ان احنا نقصر على معنويات المنتخب طيب فنتكلم برحيطنا استاذ عصام انت شايف ان لا قبل بس عشان في جزء في الموضوع اولا مش مصر ولا مصريين اللي يقنعوا بفكرة انه اذا لمسنا البطولة فقد كان وانا قفت مع الساس جمال عند كلمة احيانا احيانا انت اغفر دا لو كل الماتشات لغاية مباراة النهائي كنت تفارس زمانك مش كل الماتشات مزعور وعمال تدي اللي جنبك بالبنيات واصطر يا رب واللي والدته عايشة ربنا يا ربي خليه له يكلمه واللي والدته ما اياته بيقول والنبي هما لو في الجنة يعني ده طلب منك نكسب لا لا ده موضوع وده موضوع ثانيا على المستوى الشخصي بدام هذا رأيي انا ما عملتهاش ومش هعمله مصر تستحق افضل من كده لكن احنا في اللي جاي الافضل من كده افضل من كده حضرتك اللي هو مصري ولا اجنبي لا الافضل من كده مدير فني اجنبي على اعلى مستوى لكن من هنا وطالع وانا قلت لحضرتك من يمكن خمس ستة شهر هنا لابد من ملفات مهمة جدا على رأسها ان احنا هنعمل زي اتحاد مناظر كده لو حد عايز ييجي معايا يعني ايه يعني الاجتماع هنا وفي كل الدنيا ازاي يعني العدد هنا وهناك ازاي يعني اللي بيشتغل التعاد كرة بيشتغل حاجة تانية ولا لا يعني ببساطة شديدة اي مدير فني يخش البلد دي بيبقى معايا ستافل مفروض كام واحد مش كل واحد من سبل مزاجه طبعا طبيعي مش اقل من تمانية لاثناشر على حسب بقى على فكرة ده غير الاجهزة الطبية والادارية ايوا ما انا بقول لها حضرتك ايوا اللي ستاف بتاعه هو اسمه تشيلسي مش فاكر ولا ليفر بول كان واحد وعشرية ايوا ايوا قلت الحضرتكو كده هنا في حلقة من الحلقات وده ما الهم مش معناه وده مش معناه وعلى موسيماني اولهم وده مش معناه ان الاهلي كان رائد التطوير اولا هلكو تاني وتالت وعاشر كل مرة كانت بتضاف لبنة جديدة في سك التطوير الكرة كانت بتبقى نبعة من الاقدم الاشهر الاهم وهو النادي الاهلي وبالتالي ما تجيش تقول لي ان عجوز الفرح ده ممكن يقدم لنا شيء مقنع لانه راجل طول الوقت هيشتغل على ماضيه هيرف رينارد اللي استنانه مش استنوه استنانه ها وفي الاخر جاء اجيري لان اجيري طب حد صاحب حد قريب حد بيدير نادي حد من الاخر عشان ايه محملكش اكتر مما تحتمل وده ما يجيش ليه لأشياء كثيرة جدا اولها واهمها انه هيطلب ده الاسطاف ده وهيطلب عدة وادوات هو نجح مع السعودية ونجح مع المغرب هد يقول لي مركز المنتخبات اللي في كل العالم المنتخبات بتعسكر فيه مهجور ليه انا لسه شايف على فكرة فيه قاعدة كتناك وفيها حد مش في الاتحاد حد كبير قوي مش في الاتحاد لبالي بالك لسه حالا سبحان الله لو ما كانوش خرجوا قدامي لو ما كانوش خرجوا قدامي بالعربيتين ما كنت شوف لكن سبحان الله اكيد بقى بيدولوا التمام مرزق مرزق بقول لك يا أسوس جمال مرزق طبعا ماشي في حاله لا العربيتين والله العظيم بيدولوا التمام بقى عشان يقولهم هيعملوا ايه المرة الجاية ما انت بتبصش حولك بقول لحضرتك بس فأنا بقول لحضرتك كونجرس في الفيفا ايه؟ كونجرس في الفيفا اه في قطر انا اهمش قرارة كاس العالم يعني في قطر بقى هلو سوز جمال علام يستطيع لاتخذ خطوات تسعيدية فيما يخش الشقة؟ مش هيقدر لانه سوز جمال علام ما يعرفش يكلم مين بالزبط سوز جمال علام اما جي المرة اللي فاتت كان جاي زي تبعلك قوله لو تعرف لا مش أنا هو اللي بيقوله هو اللي هيقوله هو مش هيسمع من حد هو يزعل لو قولنا كده لانه المفروض انت يبقى عندك تور قبل كده اشتغلت في لجان وحاجات يعني قرية ودولية عشان تتجرأ على فكرة منصب رئيس للتحاد لا ايجا ما تصغروش يعني انما لما تبقى كنت ماشي مع حد هو اللي واخدك من ايدك يعني كراجل كده ايه منتظر القفزة التالية المفروض هو يلجأ لهذا الشخص عشان يقوله يخبط على باب مين انما ما هو ضمن اللي بقوله اهو ده عيب اهو صد لا خالص ما انا مقولش عيب بقوله يلجأ اهو وتقريبا الاعداء انا لما اعوز حاجة ما حاجة يلوصي اصاب شوفي كذا كذا لا يا كابتن وناب ما تخلياش الحكاية كده الكلام ده احنا صحاب انا بقولك بس اما يروح مرة خلاص هو يشتغل بقى ما يبقاش الان لكن الاهم انه الاعداء دي كانت على كده غالبا هيقولوا ايه والسيناريو ايه ويرفعوا ايدهم امتى وحاجات كده اه تمام ودي حاجة ما انا بص انا معاهم يتفضلوا يقولوا لنا اي حاجة اللي زعلان مني اللي يهمك مصلحة كرة القدر بالمسؤولية بالضبط الاهم بقى خد يا عم منه وامسك انت الشغل بقى ماش هزعلنا وهتبرلك وهكتبلك وكل حاجة تيجي بقى تقول لي علشان نروح نقول ماذا حدث ماذا حدث كل منتخبة كابتن الاسلام انا عايز اعرف ما هي اللي انت بتقوله المية مما يستحقه الا وهو القاتي فبير ان انت تبقى عندك ثلاثة راحوا هناك من قبل ما نلعب الماتش الاولاني هنا شافوا الاستاذ شافوا الفنادق شافوا المستشفيات بما فيها ان يكون فيه مستشفى وهقولك مين عمل كده يكون فيه مستشفى فيها اعلى تجهيزات لربما لعيب من سروتك مش بقى كناب كمان عدمه بس كسلعة بتاعتك يصاب اصابة شديدة جزائر عملت كده في الكامير بالمناسبة يعني وعلى فكرة انا بقولك دي منظومة عالمية بس بضرب لهم مثل بأصدقائهم الجزائريين واشقاءنا طبعا وبالتالي هم حدش راح ده كانوا حاجزين على بوكينج تقريبا اللي هو البتاع اللي قابلها بسبعين كيلو ده لغاية ممعالي السفيرة الرابط المسائل يعني اشتغلت اتحاد كرة شوية برد واللي زعلاني يا جماعة يقول لي عكس ده واللي انا بقى تأول عليه انا نفسي مرة بقى ورقة في ملف فساد الكرة المصرية الحقيقة حد يشكوني علشان امام بقى قاضي عادل نطلع بقى الورقة ونقول له مصر تستحق انهم يجبوا لنا نمازج ويترجموها لا احد في العالم يجيب جمعي عشان يطلع عليها لا احد في العالم ما يستخدمش البتاع اللي استخدمنا ضد شبير بتاع المصلحة العامة اللي هو في قانون الجناية وقلت لحضرتك مجرم لقرايبة درجة التالتة كل ده شغال الله ينور حتى الآن طبعا يا سيد أصبت عشان الوقت مش هينفع كل ده كل ده كل اللي في الكونجرس ده هو اغلبه هيكون اما وده من غير ما يشكو حتى الاخوة في توق الجبلية مش هقوله المصريين اكثر حاجة ممكن تبعا قوبة مالية الملعب ربما ياخد تحذير انه ممكن ملعبش يناك تالي بس طيب السيد جمال في حتة كمان بس اخر حاجة هو ازاي نجمنا بما فيهم واولهم محمد صلاح موقفش وقال اي اما يعيني والليزر عامل زي السنايبر في افلام القتل ازاي موقفش ازاي موقفش قبل تنفيذ ازاي موقفش اقف مش هلعب مش هلعب مش هلعب واقوله مش هلعب واقوله انا الكابتن والحركات اللي بتشوفها في الشاشة مش هلعب مش هلعب بطلعني برا انا منساحب بس التاريخ مش هانسالك يا سيد غربان انما كله كله كده واغلب الجهاز لو مشوا على فكرة وجينا نلوموا بقولك احنا كنا ساكتين عشان مصر ولا واحد طب كنت تمشي اهم من شهرين وقول الحق عشان مصر بس انا برضو عايز اقول انا مع انا باختصار شديد مع كلام الأستاذ عصام طبعا كله بلا شك بس انا عايز اقول ان احنا كل اربع سنين بنتكلم بنادور في نفس الداية في نفس الفلك ده وده كلام مش مصر لا بالعكس بس احنا بنعط شربع سنين بنعط سنة منذ لا نتعلم الفيلم الهابط ده لا نتعلم من اخطاءنا لا احنا عايزين نتعلم والله هم لا عايزين يتعلموا ولا يبطلوا اخطاء المهم احنا نتعلم المهم اللي بيدير اللي بيدير الكرة المصرية هو اللي يتعلم احنا سنلجأ سنلجأ لقولي الامر في اعلى مستوى لا استنى قبل الجزاري الفيلم الهابط ده انت مش ملاحظ ان الجزء الاول منه كان صفر المنديال الجزء التاني منه لولا حسن شحاتا لا انا جايب لك وانت 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 جاي لغاية ما بقين عشرين اتنين وعشرين اجزاء بتتلاقيب احنا كده عارفنا رأيكم ان احنا ممكن بس كام من الممكن ان نبقى في غنى عن كل هذا العك على هذا الكلام يعني وهذه الرؤى المستقبلية لو نجحنا في لعبة او في لعبتين ولكن في النهاية انا برضو اعيز اقول انا باعتبارها انا باعتبارها ان ربنا ده الانذار التاني بعد عشرين تسعتاشر في عشرين تسعتاشر لو كانوا خدوا البطولة دي كانوا هيمشوا مزعين وهيمشوا جرنال جاية ومش هيخله اللي بيديره الكورة اللي هي الامم الافريقية ايوة فيأتي التحذير والانذار كل اللي تم تعديله هو الشركات الوطنية اللي شغالة اللي هي ازاي الناس تخش تذكرتي الافريقية للامن مشاهد الحمد لله كلت شكلنا حلو لكن هم مش هيتغيروا دي مصلحتهم ومش هيسبوها هيعدوا عبد النواجز عليها للاخر اللهم ما إلا نحن فعلا نتقدم لأعلى سلطة انقذوا صناعة اسمها كرة القدم تدر أرباح خرافية مش بس اسم مصر طبعا لكن في النهاية بما أننا بنقفل هذا الملف يا أستاذ جمال وجهة نظر حضراتكم أنه بيكون مدير فني أجنبي وطاقم بطاقم ويصوروا لنا أما بيشتهل في حتة كلماء كم واحد عايزة أقول حاجة صغيرة جدا أنا عايزة أقول إحنا ليه مستعجلين جدا شل عندنا كاس أم أفريق يا كابتن معليش يميش تصفيات كاس عالم ماياش تصفيات يكمل يعني الجهاز ده باس لما يختار يكمل بأي جهاز أي جهاز يعني لغاية ما نختار صح يعني هو وجهة نظر أفندي ما أنا بس أحضرتك وجهة النظر لأ انت عارف إحنا عاملين زي اللي إيه اللي شاي الباية على دماغه وبتدلق منه كل شوية وبعين تلاقي الأربع سنين نخلصه وإحنا لسه نفس القاعدة طب ما ينفعش لازم نقعد الناس تقعد تفكر مع احترامي الكلام للدكتور أشاف صبحي لا يجب حسم أمر كيروش بكلمة أو باتفاق مع جمهة أنا هاعتبره حتى معلش أنا باعتبر أنه هو ما حصلش أنا هاعتبره يقصد أنا هاعتبره يقصد أنه بلاش نهد كل حاجة لكن لو كلامه عن كيروش أنا هاعتبره بيكلم عن كيروش أنا وصلني معلومة بكده أنا هو ما كلمش بيكلم عن كيروش خالص هو وبيكلم على استمرار على استمرار الجيل ومحمد والكلام ده كله لا لا والسيستم شغال استقرار المنتخب لكن هو ما بيكلمش على واحد لكن يا فندم في نفس الوقت هناك معلومة بتقول أن 99 يعني ما كانش 100% 90% 99% مش هينفع 99% ما نفهاش 100% من أعضاء اتحاد كرة القدم رئيس ونائب عايزين الاستمرار متفقين على استمرار كيروش نو احنا بنقول الراجل يعني عشان ما نطولش في جزئية كيروش احنا بنقول ان هو له مميزات بس عنده عيوب قاتلة عنده عيوب قاتلة او ما رح نشوف ايه هيحصل رأيانا جاين في قصة الامم وفي تصفير أستاذ عصاب الاهلي عنده مهمة قومية يوم الحد القادم أنا بعتبرها هو مهمة قومية في ظل ان الاهلي خلاص لو ربنا كرمنا ان شاء الله وفوزنا يوم الحد هتبقى انت الممثل المصري الوحيد في دولة ابطال افريقيا وبالتالي يجب ان يكون هناك التفاف كبير حوالي النادي الاهلي يمكن خلينا في مطش ومن الحد اللي جاي صحيح مطش صعب مطش مهم كيفية الخروج من الازمة الازمة احباط اللاعبين السبعة او الثمانية اللي جايين من المنتخب الوطني ان شاء الله يعني في النادي الاهلي انا بعاول كثيرا على الجهاز وعلى الكبسيد وعلى زيارة من محمود الخطيب لعب ونجمه واسطورة ورئيس الراجل اللي تدرج منذ ان كان لعبا الى ان يعني في نفس النشاط يعني خد التور كله وهو قادر على نقل يعني عبارات كثيرة جدا تطمئن اللاعبين مش بس انه ما عملوا لعبين ان لعب مش فيهم لان لعب فعلا مش في لعبتنا مهما وجينا نقض الواحد مش في مكانه كان وحش اليوم ده مش من حقه حتى روح المنتخب حتى لو مش من حقه لانه دول سروتنا في الآخر طبعا شيئنا ما أباين حتى هو ما بيختارش نفسه هو الراجل اختاره وقال له لعبا يعمل ايه وبالتالي هو لاحطوا ناعد الشمال صحيح لاحطوا ناعد الشمال وبالتالي ان شاء الله الادارة الوعية دي قادرت تخرج اللاعبة بسرعة وتقول لها انه شوارع كثيرة حمراء لو فرحت هنقول انه ده طبيعي انه الاهل بيفرع الاهلوية والزمالك بيفرع بس برضو سعادة شوارع كتير حمراء هي مهمة برضو تقترب من المهمات القومية بالفعل يقدر ينقلهم ده وقلهم ناس كتيرة زعلانة مستنياكم تفرحوا وبالمناسبة انتوا آخر حد الناس ممكن تزعل منه اعتقد انه الجهاز وطبعا سيد موجود يوميا وهو عاصر الكثير من دورباط بتفرد على الاهل اللي هو زي كده يعني شوز جمال بالتأكيد ان هي مهمة قومية من الدرجة الاولى يعني ما حدش مش هنقول انها شبه مهمة قومية لا هي مهمة قومية النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه المهمة واعتقد انه اللعيبة اللي راجعة من تصفيات كاس العالم من دكار لعيبة الاهلي بسرعة هيعودوا او هيستعيدوا او يحتلهم عملية الاستشفى البدني والنفسي قبل المباراة المهمة جدا هو النفسي اه طبعا قبل مباراة لا اعتقد ان هما من الخبرات يا كابتن اسلام اللي عندهم من الخبرات اللي تخليهم عندهم القدرة على انهم يخرجوا من هذه الدائرة دائرة الاحباط لان برضو لازم نقولهم انتو عملتوا اللي عليكم تماما وفقا اصلا عبت الاهلي بتمام مشكلتهم مش احبطهم عشان معرفش لا هو ما بيقدرش واجه الجمهور وهو مزعلوا دي عادة اهلوية لازم حد ياخد بايدهم يا ولاد لازم اقدر جهدوكوا وعارفين انه مش انتوا السبب الرئيسي لازم نقولهم من خلال برضو قناة النادي الاهلي انه وارد جدا انك تنجح مرة وتفشل مرة ما فيش مشكلة يعني يعني الفشل في هذين المباراتين مش نهاية العالم وطول ما انت رياضي وطول ما انت في الملعب هتكسب مرة وهتخسر مرة صحيح خسرت مرة يبقى احنا عايزينك المرة الجاية دي تكسب ان شاء الله الهلال السوداني مع كل التقدير والاحترام وتسعد باذن الله الى الدور القادم في دوري ابطال افريقيا استاذ عصام استاذ عصام عليك من المتابعين للنادي الاهلي دائما وجود كل اللاعبين تقريبا باستثناء بعض الاصابات زي عمار واكرم ناتم نالهم من العودة ان شاء الله يا رب دي اصابات طويلة يعني اصابات طويلة اصود يعني احنا ما عندناش برضو الحمد لله والشكر الله ما عندناش اصابات كثيرة ولكن يعني عودة علي معلول ايضا من المنتخب التونسي وهو فرحان ومبسوط بسعود المنتخب التونسي طبعا على الجانب الاخر عايزينه ينسى برضو هو يركز وعلى الجانب الاخر قال لي جانب وبردو زعلان ومحبط وبالتالي اعتقد ان كل ده من الممكن جدا ان هو يصب في مصلحة الاهلي في المباراة القادمة كله عايز يطلع اللي عايز يطلع هو ده اللي انت بتشاور عليه واللي قلت لك انه السيستم الاهلي هيساعد عليه بس ده مش معنى انك تزعل اكتر وتحبط اكتر بالعكس قدم بقى وجبة جديدة حتى ديانج باعتبار ان النجوم الاجانب لما بيفوزوا مع عنديتهم في كل العالم بيبقى منوعة من شياكة بلده بياخد عالمه حتى وراه ياخد ميداليته حتى ديانج يتقال له يلا ياعم مع فريقك اللي هو النادي فرح برضو جزء من جمهورك وشعبك في مالي بان فريقك حصل على بطولة ان شاء الله المهمة ما هياش صعبة المهمة دي ولما تبقى جوا النادي الاهل تطمنك اكتر لانه الناس اشتغلت من امبارح مش من بكرة اشتغلوا على ده يعني اكيد بيتابعوا لعباتهم حتى قبل المباريات وشغلية ده ويمكن انا ساقطني الصدفة انا اكون معكب سيد صديق العزيز يعني في ندوة في جامعة بن سويف هو شاف كمان كالعادة يعني بس هو شاف الناس منتظرة قد ايه وقال انا قد ايه ويطمن كل الناس بما فيهم حتى غير الاهلوية يعني انه في النادي الاهلي كل حاجة مرتبة ده اللي يخليك ما تبقاش عندك توجس او حتى تستطيع ان تضيف معلومة في طريقة اخراج اللعبين لانه فيه كتلة من الخبرات قادرة على ده بإذن الله على اللعبين بقى انهم يستجيبوا ليه ايوه ده البنبون اللي هو هيوزعه بالضبط استاذ جمال برضو من الناحية الفنية في مثل هذه المباراة احنا بنشوف ان موسيماني بيتقلق في مثل هذه المباراة ولكن احنا بقى الفترة اللي فاتت كان الكل بيساند المنتخب الوطني وقفلنا هذه الصفحة واتجهنا الى الاهليين من وجهة نظرك كيف ينظر موسيماني بقى من الناحية الفنية لهذه المباراة مية في المية موسيماني اكيد برضو حاطت كل الاعتبارات اللي حاجتك خايف منها او بتحذر منها هيبقى فاهم كويس قوي معناها ايه انو اللعيبة راجعة من هو قيل اننا مش حمرانهم ولا هعمل حاجة في اننا حمرانهم نفسيا هو هيجهزهم نفسيا اكتر من انهم لانهم بدنيا وفنيا هم في الصورة يعني بالضبط تماما لكن هو نفسيا هو هيحاول يعمل لهم استشفاء بقى نفسي او معناوي ليه عشان يجدد الدوافع اللي عندهم والطاقات اللي عندهم ويفكروا من دي كمان بطولة مهمة جدا هي دي بطولة ان شاء الله بإذن الله توصلهم في الطريق الى كاس العالم للاندية للمرة التالتة على التوالي وايضا بطولة جديدة ان شاء الله بإذن الله فمية في المية عندهم الأهداف يعني اللي تخليهم يقدروا عندهم أهداف ودوافقة كبيرة جدا وأعتقد ان لعيبة النادي الأهلي برضو بحكم خبرتهم بيقدروا يفصلوا دايما بين المواقف يعني ما بيستغرقوش قوي ما بيقعوش فريسة مثلا للإحباط واخد بالك بيحاولوا على طول غيره اللي بعده بسك منها أزمة شعب هتلاقي أزمة شعب في الآخر هو مواطن مصري لأنه بيته وأسرته وأهله عشان يصالح الشعب ده لازم يصالحه في الملعب عشان يصالح جزء كبير من هذا الشعب هو ده اللي أنا أعزل عليها أستاذ جمال إنه دي بقى الحرفية بتاعت خبرات إدارة النادي الأهلي إدارة النادي وحي أنا معاك انت زعلانا هو بس على رأي إسلام يلا بقى فرح لك شوية وبالتالي يقدر ياخده جنب الجزء التدريبي واضح أن الموس هيبقى مستعد بقى بتدريب اللي هو حاجة فاني تتخرج اللعبة بقى من تركيز الهم بعض المسابقات سمول جيمز لطيفة ينسيهم عنده خبرات طويلة وأعتقد الكابتن الخطيبة وزي ما بقولك أصل المشاة ده متكرر يعني الفيلم ده متكرر يا جماعة فيلم اللي هابط ده بتاع اللي بيديره المنتخبات متكرر أصله بس المرة دي فعلا الناس كانت بقدر اهتمامها بأنها تشوف حاجة أكيدة وحلوة في إيد ولادها كانوا حاسين أن اللعبة دي تستهلن للإدارة بتاعت الكرة تختار أفضل من يديروهم لأنه الحقيقة وإحنا اتفقنا كلنا هنا من اللعب وإن شاء الله لن يحدث مجددا خمس مقاعد لأفريقيا مستحيل مصر ملاقش مقعد دائم مستحيل حدي والله بقى أستاذ جمال ساعتها ولا حدي يكلمنا عن الحظ ولا الرجالة عملت اللي عليها والكرة كده ولو جد دي لا لو جد دي طب ولو الشنهم مصدش الشنهم بري عمل عاجات يا عم غريبة في الوقت الشوط الإضافي الأول كلنا 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 حطنا خلصت والإجابة من تحت العرضة يا خبر أبيض برضو على الجانب الأخر يا أستاذ جمال نادي الأهلي برضو في هذه المهمة الصعبة هل بقى يعود مستر بيتسو لـ 3-4-3 الكلام بقى اللي هو المحير دائما قبل كل مباراة ولا 4-2-3-1 ولا 4-4-2 هيعمل إيه هيفكر إزاي والله هو دي أولا بتخضع لنوعية المباراة أو اللي هو عايزه من المباراة هو عايز إيه من مباراة الإلال السوداني عايز يكسب فلابد أنه هو هيلعب برضو بطريقة لعب أو بخطة تميل أكتر مسألة التأمين الدفاعي ده ما فيش جدال فيه يعني أي طريقة لعب أو أي خطة محتاج لازم عندك دفاع قوي جدا ومحكم عشان ما تديش فرصة للمنافس إنه هو يحطك في موقف صعب وبالتالي أعتقد إن مستر موسيماني عنده برضو من الخبرات الأفريقية و فكرته عن الفرق الأفريقية بشكل عام هو عارف إزاي يقدر يلعبهم بشكل يعني اللي هو يؤدي لتحقيق الهدف اللي هو عايزه أكيد يعني هو يريد من هذه المباراة النقاط التلاتة ملاش حل تاني وبالتالي لازم هيبقى بيهاجم وفي نفس الوقت بيحافظ على التوازن للدفاع بتاعه يعني فيش كلام أستاذ آسام أخيراً هي أربعة أربعة اتنين تلاتة واحد هي أفضل طريقة هو بيعرف كمان يعملها كويس حتى اللي هي بيبقى فيها أفشة كمان بالزبط اللي فيها صنع لعب أفشة وبتسمح لعبد قادر بالوجود بسمح لك باستخدام كل قواتك الرائعة اللي هي فيها تكوينة ما بين المهارة والقوة والالتزام في نفس الوقت أنا بتمنى إنه الفرق المصرية تدرس كويس أوي أو الإخوة الكتشات المحترمين لما تحب الدافع فيش أفضل من ثلاثة خمسة اتنين تخلي شكلك حلو ولو عندك فعلاً زي ما بتطلعت قلولنا أصلي همسك نفس الغيات ما هاجم برضو ما فيش طريقة تخليك تهاجم باحترام وانت خايف من اللي قدامك أكتر من ثلاثة خمسة اتنين لأنها الحقيقة معمولة عشان كده باستثناء بقى إن فرها تلعبها براجل عواطلي اللي هو وقف وراء طول النهار ده لكن ما تجيش بقى تقول لي حط اللي برو قدامهم ومش عارف إيه لا هي ثلاثة خمسة اتنين راجل ما بيسير اللعب راجل ما بيسمحش بحاجة تيجي وفي نفس الوقت عندك جسارة إنه في خمس لعبين في نفس الملعب اللي هو بيبقى لبرو لما 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 في ثلاثة خمسة اتنين الكابتن جاري كان محبا جدا لار حموس كان يقول لك إيه إلا إذا بالعكس بالعكس ما إحنا جايين عشان الناس ناصر زمات عملي لا كان يقول لك باستثناء يعني إنك تخلي الدنيا تبقى مرصوصة عشان ما تخليش قدامك يلعب وبالتالي ده راجل ببرا الفرقة يعني يقصد إنما ده ليه دور زي ما أنت بتقول هو اللي قاطع وهو اللي موجه وهو اللي بيعمل أول باص في الملعب ده لي بيبقى شايف طبعا معشان كاي بقول لك باستثناء عشان برضو ما حدش ياخدها وتلاقي الدفنس إيه ما حدم الدنيا ده كانوا عاملين عنوين يا أستاذ جمال هيضلمها نعم إنت راح تلعب ناس عشان تضلمها ولا رأي أنت عشان تبقى أنت حاجة النور الحلوة يا أخي تبرع ولو بجون يا أخي اللي واجه عندنا متخصصين والله في أنك أنت تتعاكلن الآخر مش تفوز على الآخر هو ضم ما بس علينا للأسف يعني بس فأنا متأكد أنه يعني اللي جاي إن شاء الله هنرفع صوتنا لكن سبحان الله أنه النادي الأهلي عنده مرات هلال أعلم أن الهلال ميجايش الجيوش وبيدور حتى على مساعدات أخرى غير الكرة ماشي لكن الأهلي قدوا دود ولما يعرف لعبة الأهلي وكمان إدارة الأهلي إن دي ممكن تكون حاجة ترفع الضغط شوية هيحسنه عمله إن شاء الله يا رب بكل التوفير للنادي الأهلي في هذه المباراة شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا أسف جمال على حالك معنا إن شاء الله كده نشوف حاجك بعد الفوز بإذن الله يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أحمد إيشو أيمان جلبرتو هيكونوا معنا أرقام وأحسائيات خاصة بمباراة الأهلي والهلال ولكن بعدها ما تتصل